دكتور التلويح الأوروبي بعقوبات تفرض على التيارات السياسية في لبنان هل سيساعم هذا الأمر في الضغط على هذه الطبقات السياسية الآن للتنازل؟ خلينا نقول تنازل يا أخي اليوم لبنانيين عم بيعانوا من مأساة فعلا يعني موجعة ومؤلمة ما يحدث الآن في لبنان لنقول تنازل هذه الضغطات هل ستجبر هذه الأطراف على التنازل؟ شوف الآن بالنسبة للسلطة السياسية في لبنان الوازع الشخصي عنده أو النفسي أو الذاتي عنده للشعور بهذا الشعب غير موجود هذا ثبت لم يبقى لحل واحد إما أن يكون الوازع داخلي ذاتي غير موجود وإما أن يكون وازع خارجي بالإكراه الإكراه إما أن يأتي من خلال الشعب والشعب كما قلت لك فشل حتى الآن لأسباب عدة سياسية واجتماعية واقتصادية فشل في أن يشكل نقطة ضغط قوية ويشعر هذه السلطة بأن هناك خطر يستدع بينها أن تقوم بإجراءات وتغييرات جزرية لم يبقى إلا الحل أن يكون خارجي بمعنى ضغط أو إكراه خارجي ولكن يشترط في المكره أن يكون قادر على الإكراه فبالتالي التهديد بين جهات غير قادرة على الإكراه يعني الآن الاتحاد الأوروبي حضرتك ذكرت مع أن الوصول إلى عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي أمر صعب جدا لأنه نظام الداخلي للاتحاد الأوروبي يشترط حتى تفرض عقوبات أن يكون هناك بإجماع كل الدول وهذا أمر غير متيسر أصلا هناك تكلم عن عقوبات من قبل فرنسا ومن قبل بعض الدول القوية والمهمة في أوروبا ولكن هذه العقوبات ما مدى جدواها يعني الدليل أن هذه السلطة في لبنان حتى الآن لم تشعر أصلا بخطر هذه العقوبات هي عقوبات معنوية ورمزية أكثر من كونها عقوبات حقيقية القادر على أن يقوم بعقوبات حقيقية في لبنان هم الأمريكيون يعني الأمريكان عندما يقومون بعقوبات هؤلاء يؤثرون لأنه ليش بالنهاية عندهم أوراق قوة في لبنان وهم يعني الوضع اللبناني حتى الآن خلالي لك من المسيطرين الكبار على الوضع في لبنان هم الأمريكيون طيب ليش دكتور لحد اليوم ما شفنا تحرك أمريكي واضح بخصوص ما يحصل الآن في لبنان من أزمات شوف المقاربة الأمريكية للوضع في لبنان تكون من خلال العلاقة مع إيران يعني بمعنى الآن لبنان وخاصة مع إدارة بايدن ليس أولوية بالنسبة لها هذا أمر واضح عنده أولوية الآن بايدن أنه يهدئ في الشرق الأوسط يدخل في اتفاق نووي مع إيران يضبط أنه إيران لا تتعدل حقود الحمراء المتعلقة بالملف النووي ويريد أن يتفرغ لمحاصرة الصين في بحر الصين وفي شرق آسيا حتى لا تتمدد أكثر هذه الأولوية بالنسبة للأمريكان فلبنان ليس أولوية أصلا بالنسبة للأمريكان الأمريكان يتدخلون في الوضع اللبناني من بوابة العلاقة مع إيران بمعنى أنه إذا كان هناك بعض الخطوات ستؤدي إلى تعزيز الدور الإيراني في لبنان يتدخل الأمريكي كما حصل بالنسبة لموضوع أزمة الفيول منذ أكثر من عشر الأيام كان هناك توجه إلى إعدام الكهرباء في لبنان انطفاء الكهرباء بشكل كامل في لبنان نتيجة انتهاء الوقود وهذا سيؤدي إلى أنهيار الدولة بشكل عام ينتخيل دولة ليس فيها كهرباء وستتوقف المعامل والمصانع والأجهزة والمستشفيات وكل شيء فبالتالي لن يكون هناك أصلا دولة كان هناك طرف في لبنان القريب من إيران حزب الله مستفيد من هذا الموضوع باعتبار أنه انحلال الدولة سيؤدي إلى الذهاب إلى اضطرابات ومن بعدها مؤتمر تأسيسي سيعزز من دوره باعتبار أنه الجهة الأقوى الآن عندما نجلس على طاولة المفاوضات لتقسيم الواقع في لبنان والنفوز الأقوى سيكون له الحصة الأكبر فبالتالي هو مستفيد من هذا الموضوع شعر الأمريكي بهذا الموضوع بإشارة من الفرنسي فأوعز إلى حكومة القاظمة وقامت بإسال فيول إلى لبنان لتشغيل الكهرباء من جديد وبالشروط التي تتناسب مع الدولة اللبنانية بمعنى شروط مسهلة جدا 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 فإذا المقاربة الأمريكية لهذا الموضوع كانت في نقطة متعلقة بتمدد إيران في لبنان أما كوضع لبناني ذاتي خاص فليس الأمن الأولوي